دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمن أكتر على حالة تقص درجات الحرارة المتوقعة نهاردة اتفضل يا دين بشكرك فعلا يا محمد دلوقتي هنكون معاكو في نشر جواب التفصيل وهاية الأرصاد بتتوقع نهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التقص هيكون حارة على قاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصيد معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصيد مائل البرودة على شمال البلاد حتى قاهرة الكبرى وشمال الصيد هيكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصيد خلوات عرف أكتر على تفاصيل من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك يا سيد دينا وصباح الخير على كل استاذ المشاهدين أهلا بك الجو مبارح كان تلجي فعلا بالليل والنهاردة حاسين أن فيه ارتفاع النهاردة مفوض طفيف في درجات الحرارة عايزين حضرتك تطمينينا عن أحوال الجو وخصوصا أن فيه ناس بوقع أن فيه موجة حر مفوضة هتبدأ من الأمس خلال فترة النهار ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالأمس سجلت العظم على القاهرة الكبرى 29 درجة مقوية اليوم متوقع أن درجات الحرارة ترتفع عن الأمس بحوالي درجتين وتكون العظم على القاهرة الكبرى 31 درجة مقوية معظم الكتل الهوية اللي بتأثر علينا هي الكتل الهوائية جنوبية الشرقية قادمة من فحراء شبه الجزيرة العربية فبتأدي لارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار وبالفعل احساسنا بالطقس خلال فترة النهار ومع سطوع عشعة الشمس بيكون طقس حار على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال السعيد بيكون معتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب السعيد ده طبعا خلال فترات النهار نقدر نقول ان درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبعية لها في مثل هذا الوقت من العام لكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس مزالة الكتل الهوائية قادمة من على الصحراء نسب الرطوبة فيها منخفضة بالإضافة كمان ان خلال فترة الليل بنبدأ نشعر بنشاط لرياح نشاط رياح ده دايما بيزود احساسنا بانخصاط درجات الحرارة وجفاف الكتل الهوائية بيزود احساسنا بانخصاط درجات الحرارة طقس خلال فترة الليل هيظل أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال السعيد والقاهرة الكبرى خاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بنحس أكتر ببرودة الطقس طبعا بيكون لطيف على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده طبعا خلال فترات الليل زي ما بنقول كمان زي ما بنقول في نشاط لرياح نشاط رياح ده دايما بيبدأ بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء وبيستمر معانا فترة الليل نشاط رياح طرعاتهم بيكون ما بين الثلاثين والاربعين كيلو متر في الساعة فده بيزود أحساسنا أكتر بتلطيف الأجواء والأجواء الرابعية خلال فترات الليل ومتوقع استمرار هذه الأجواء على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله متوسط درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع هتكون ما بين الواحد وتلاتين والتلاتين درجة مقوية يعني الأجواء دي هتستمر معانا على مدار الأسبوع إن شاء الله مش هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وده خريب للوقت ده من السنة لأن احنا يعني بعد غد هو شم النسيم وده الوقت المتعرف عليه المصين كلهم من بنبدأ نلتدي الملابس الصيفية وبيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الوقت ده يعني بتعدي الخمسة وتلاتين فيما فوق فإن احنا نبقى في الوقت ده واحد وتلاتين درجة ده طبعا غير متوقعة في الفترة دي لا يمكن درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات دي المعدلات الطبيعية اللي احنا متعودين عليها لكن نسب الرطوبة في الكتا الهوية لسه منخفضة احنا دايما عارفين النسب الرطوبة هي اللي بتدود احساسنا بانتفاع الحرارة او بتقلل احساسنا بانتفاع درجات الحرارة فنسب الرطوبة لسه نسب رطوبة منخفضة في الكتا الهوية عشان كده احساسنا مش هيكون الارتفاع في درجات الحرارة مرحوظ عشان كده احنا لسه شوية الملابس الصيفية متنين عليها على مدار هذا الاسبوع يمكن خلال فترات النهار مفيش مشكلة خالص في الملابس الصيفية لكن فترات الليل اللي دايما بنأكد عليها مزلت درجات الحرارة يعني نقدر نقول 17 درجة مقوية يمكن كمان مع نهايات الأسبوع هتوصل ل15 درجة مقوية فلسه خلال فترات الليل نقدر نحافظ على قطعتين ملابس مش ملابس طيفية يعني احنا كده لطول الأسبوع هنحتفظ بدرجات الحرارة ان في معدلات طبيعية مفيش موجات حرة علشان نكمل رمضان على خير بإذن الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عوض المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خانوا دلوقتي نستعرض مع حضاتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدأها من القاهرة والعزمة 31 والصغرة 17 الإسكندرية 26-16 مطروح 23-14 سيوة 28-14 بورس سعيد 25-15 ضميات 25-15 الإسماعيلية 31-14 السويس 31-14 العريش 24-15 كاترين 26-8 طابة 30-20 شرم الشيخ 30-20 الغردقة 31-20 الفيوم 31-15 بني سويف 31-16 المينيا 31-14 السيوة 32-14 سواج 32-17 قناء 36-19 الأقصر 36-19 أسوان 37-20 الودي الجديد 34-16 شرم الشيخ 33-19 وأخيرا حليب 30-18 طمنا حضراتكم على حالة الجو طبعا وده بالنسبة لنا نحن نحافظ على ارتداء الملابط الثقيلة في ساعات المتأخرة من الليل علشان ما نتعرضش لدوار البرد هرجع مرة تانية لمحمد وهدير علشان نكمل معكم فقرات سبا أخير مصر شكرا لك يا ديك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة